فيما يتعلق بنقل الزكاة من مكان إلى مكان ثمت قواعد لابد من إدراك أولا أن الأصل أن تخرج الزكاة في مكان المال لأن النفوس متعلقة به إذا كان الرجل تاجر في بلد ومعروف بتجارته ثم يأخذ زكاة أمواله التي يراها الناس من عقارات واستثمارات وغير ذلك ويصرفها في بلد آخر ويحرم أهل البلد من فقراء البلد سيقع في نفوسهم عليه من الغضاظة ما يكون فالأصل أن تكون الزكاة تابعة للمال وآتوا حقه يوم حصاد وهذا لا يتحقق على وجه الكمال إلا بأن تصرف الزكاة في الموضع الذي فيه المال وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاد لما بعثه اليمن وأعلمه أن الله افترض عليهم صدقة تأخذوا من أغنيائهم وتردوا إلى فقرائهم هنا أغنيائهم وفقرائهم الضمير يعود إلى أهل الجهة التي بعث النبي صلى الله عليه وسلم لإخراج الزكاة في مكانه من يأخذها فلا خلاف بين العلماء في جواز نقلها إلى غير البلد لأنه قد كفي أهل البلد بما رزقوا من الأرزق الحل الثالثة هي إذا كان أهل البلد أو الحل الثانية إذا كان أهل البلد في حاجة إلى هذه الأموال فهل يجوز أن ينقلها للعلماء قولا ذهب جمهور العلماء إلى عدم جواز النقل وقيدوا عدم الجواز بمسافة قصر وآخرون لم يعتبروا هذا في النقل قالوا إذا أخرجها على البلد ولو كان دون مسافة قصر إلى بلد آخر فإنه لا يجوز وهذا مذهب جماعة من أهل العلم الشافعية والحنابلة يقيدون ذلك بمسافة قصر والمالكية قريب من هذا على أن التقييد عندهم ليس بظاهر فهم لا يرون النقل إلى بلد آخر سواء أن كان في مسافة قصر أو دون ذهب طائفة من أهل العلم إلى جواز النقل وهو مذهب الحنفية والراجح من هذه الأقوال أن نقل الزكاة إلى غير بلد المال يجوز للحاجة أو للمصلحة هذا نظابطان إذا كان هناك حاجة للنقل أو مصلحة حاجة ماسية كان يكون أهل البلد الآخر في مجاعة وفي مهلكة أو مصلحة كان يكون هناك لك قريب من أهل الزكاة في بلد آخر وهو مما يجتمع فيه الاستحقاق للفقر وصلة الرحب ففي هذه الحال لا بأس بالنقل إذا كان هناك حاجة أو مصلحة وهذا القول أعدل الأقوال والله تعالى أعلم